أجرى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحية الشامل أحمد السبكي أجرى زيارة تفقدية لعدد من المنشأة الصحية ما بين المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مدينة الطور من الوحدات والمراكز والمستشفيات جاء ذلك خلال زيارة السبكي لمحافظة جنوب سيناء وتفقده عددا من المنشأة الصحية للاطمئنان على تشغيل التجربي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة وفي إطار تنفيذ التكلفات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي سيناء